عقب انقسام تحالف الطاولة السوداسية واختلافها على تسمية مرشح لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الرابع عشر من شهر أيار الآتي تعود التوقعات لتؤكد أن الرئيس التركي سيفوز في الانتخابات انقسام فتح البابة لأردوغان ليؤكد للناخب التركي مواصلة حزب العدالة وحليفه الحزب القومي التمسك بمسارهما بينما نقلت وسائل اعلام وصحف تركية عن حزب العدالة والتنمية منها صحيفة حرييت أن الحزب يرى الفوز حليفا لأردوغان وبأغلبية ساحقة واللافت ربما أن أردوغان نفسه كان قد توقع قبل أشهر قليل أن يدب الخلاف بين الأحزاب التي تحالفت ضده سيجتمعون كثيرا وبعدها يتفرقون هذا ما سينتج عن اجتماعاتهم وهناك مثل إيراني يقول جلسوا تحدثوا وتفرقوا وفقا لنتائج أحداث استطلاع للرأي أجرته شركة أوبتمار للاستطلاع العام عقب الزلزال فإن 43% من الأتراك سيمنحون صوتهم لأردوغان وأن الفجوة بينه وبين منافسه عن أحزاب المعارضة كالجدار أوغلو بلغت أكثر من 30% خلاف الطاولة السوداسية كان على خلفية استضام رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار بتمسك زعيم التحالف المعارض كمال كالجدار أوغلو بترشيح نفسه فيما ترغب هي بترشيح رئيس بلدية إسطنبول أو أنقرة وبغض النظر عن مرشح المعارضة فإن الثابت بحسب مراقبين أن الطاولة السوداسية قد خسرت الكثير من النقاط لصالح الرئيس التركي